هل تكتمل السياحة في مصر من دون زيارة الأقصر والسير في هذا الطريق هذا الطريق الطويل الذي يعرف بطريق الكباش وهذه هي الكباش لا هناك كباش ويؤدي بك إلى معبد الكرنك أحد أهم المعابد في العالم يمثل سجلا تاريخيا حافلا بالحضارة الكباش طبعا التي تحدثت عنها هي هذه التماثيل التي نحطت من كتلة واحدة من الحجر الرملي ويكون لها شكل جسم أسد ورأس إنسان وبعضها يتخذ شكل جسم الكبش ورأس الكبش أيضا كرم زي من رموز الآلهة أمون راع لكن يبدو أن أربعة من هذه الكباش بالإضافة إلى مسلة أثرية ستغادر الأقصر إلى عاصمة القاهرة أي في هذا الميدان بالتحديد ستتوضع هنا في ميدان التحرير هذا ما أعلنت عنه إزارة الآثار المصرية حيث تناقلت وسائل إعلام مصرية أخبارا تفيد ببدء تجهيز مجموعة من هذه الكباش في الصرح الأول للمعبد تمهيدا لنقلها إلى القاهرة بالإضافة إلى مسلة من أجل وضعها في ميدان التحرير فور الإعلان عن هذا الخبر ثار لغة كبيرة بين المصريين كيف يمكن نقل هذه الآثار الثمينة نتوقف عند هبا صالح تقول مبادئ اليونيسكو معروفة لكل العاملين والمهتمين بالأثار لا ينقل الأثر من مكانه أو محيطه طبيعي إلا لدواعي إنقاذه من الفناء نقل الكباش الكرنك إلى القاهرة من أجل تزيين ميدان هي فضيحة ثقافية وجريمة حضارية استشيروا على ماء مصر في شؤون اختصاصهم كفاية فضايح باء أما بالنسبة لهذه التغريدة فخالفتها يقول أيمن إيه وقه الاعتراض على نقل تمثال أو أثر كل اللي معروض في المتاحف منقول ومن العادي تزيين الميادين بأثار وكانت عندنا تمثيل تمثال رمسيس تمثال المشهور وده مقبول هل بقى نقل أربعة كباش دول حيأثر عليهم ذاتهم ولا الفكرة أنه وجودهم في الميدان حيأثر على المكان اللي حيتنقلوا منه أما بالنسبة لتغريدة دينا الحناوي تقول في هذه التغريدة سيتم تهريب الأثار الحقيقية واستبدالها بالمزيفة لميدان التحرير لا هدف ولا سبب لنقل أثار بهذه العظمة إلا إذا تواجدت السرقة والسبوبة السبوبة هي الانتفاع بالهجة المصرية لنأتي سأعود إلى هذه التغريدة لكن الآن سأقول ما قاله مصطفى الصغير مدير عام أثار الكرنك قال التماثيل التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير حول المسلة تم نقلها من منطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش ولا الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك لكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد وجود مثل هذا النوع من الآثار الثمينة في ميدان عام استنكره البعض فكيف سيتم حمايتها من المخربين مثلا يقول برومينفيوس يقول متخيلين أن الناس همج زي اللي كاتبين على أسد قصر النيل رايح لهم كباش من الكرنك هيعملوا فيهم إيه الهمجية والعشوائية والقبح في نفوس الشعب نسكرها لكل شيء جميل وأدرج هذه الصورة لأحد أسود قصر النيل والكل وقع عليه بالذكريات والكل كتب الحمد لله والكل كتب اسم حبيبته واسم أمه واسم موليده كان هناك رد حكومي على هذه النقطة بالذات من مصطفى الوزيري وهو يشغل منصبا مهما أيضا هو الأمين العام لمجلس الأعلى لأثر يقول سيتم أخذ أربع تماثيل كباش بجسم أسد ورئيس كبش ولم يراهم أحد من قبل وتم الاتفاق على نقلهم لتزيين ميدان التحرير ولا علاقة لهم بأسدي كبر قصر النيل وسيتم وضعهم حول المسلة وسيوضع حولهم سياج حتى يتم حمايتهم تماما والحفاظ عليهم المعترضون على أنقل الكباش وقعوا عريضة مهمة وهذه العريضة مع من يتفق معهم في الرأي أن يوقعوها هي عبارة عن التماس للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول بليز أوقفوا نقل كباش الكرنك إلى ميدان التحرير عن هذا الموضوع بشكل عام ينضم إلي من أسوانة دكتورة مونيكا حنة خبيرة الآثار المصرية مرحبا بك يا دكتورة إذا كنت تسمعيني وأنت تنضمين إلي الآن عبر خدمة سكايب ظهرت لي الدكتورة لأسألها عن الأثر هل يفقد قيمته التاريخية قيمته الحضارية إذا تم نقله من مكان المكان الذي هو وإذا فيه إلى مكان آخر ليتم الاستفادة منه سياحيا مثلا هو يا فندم الأثر ابن بيته يعني وحتى ميثاق فينيسيا بتاع عام 1964 اللي اتبنته اليونسكو اتفاقيت اليونسكو بتاته 1972 اللي مصر ودول عربية عديدة موقع عليها بتنص في المادة السابعة إنه ما ينفحش ننقل أي أثر من سياقه التاريخي إلا لو كان فيه خط داهم عليه أو لو يبقى فيه منفعة عامة قوية جدا طيب ألا تقول أن هناك منفعة عامة قوية جدا بنقله إلى ميدان التحرير ميدان التحرير في القاهرة هو نصف مصر ميدان التحرير هو رمز كبير من رموز يعني العمارة المصرية لماذا لا يكون هناك آثار ما كان هناك رمسيس الحقيقي وعشان كده نقلنا رمسيس لأنه كانت عواب دم العربيات إحنا قاهرة للأسف الشديد من أعلى المدن في التلوين فده بيخلي أنه فيه انبعاثات لأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ده بيتفاعل مع الحجر الرملي بتاع تمثيل الكباش وكان بيتفاعل مع تمثيل الرمسيس عشان كده اتنقل لمكان لأنه كنا خايفين على حفظه على فكرة ده مش في مصر بس في جامعة ماكولاي في نيويورك لسه نشرة بحث قوي جدا بيقول أنه تواجد المسلة في الميدان في نيويورك بيأثر على حفظه بشكل كبير جدا المسؤولين عن الأثار في المصر يقولون أن هذه التلوين لم تكن في هذا الشارع الذي ذكرناه ولم تكن في نفس المعبد معبد الكرنج إنما ولا على واجهته إنما كانت في خلف يعني كانت مخفية ولا يراها أحد ولا يعرف عنها شيئا فنحن نقدمها للناس لا فعندما دي كانت في الهول التانية اللي هي وراء السارح بتاعتني في تانيبو والحقيقة حتى لو هي مخفية هي الأثر اتعمل عشان يبقى في المعبد المسألة عملت عشان تفضل في المعبد كون إن في قرن 19 ارتكبت سرقات وجرائم تراثية إن المسألة دي خرجت من مصر كهداية داها محمد علي أو خرجت حتى في العصر اللي الروماني الأباطرة الرومان أخدوا مسألة حطوها في روما ده يخلي حضرتك إنه ده مش يعني مش مش بالد إن إحنا إحنا كمان نحبط الأثار بتاعتنا الأثار مش لدينا الأثار دي هي جزء مهم جدا من كل قطعة بتكمل فوزل كبير جدا في إن إحنا نتفاهم الموقع الأثاري بشكل جيد وكل وعلى فكرة الكارنك مسجل على قائمة التراث العالم كل شكر لك كل شكر لك يا دكتورة مونيكا حنة خبيرة الأثار المصرية من أسوان كل شكر لك يا دكتورة